بتهمة اشتراكهم بقتل المواطنين السوريين وتسيل حصول نظام بشار الاسد على المحروقات للاليات العسكرية وضرب شعب السوري وبتهمة سرقتهم المال السوري العام من خلال مصالحهم الشخصية على الاراضي السورية ادعى النائب العام العسكري الثوري في دمشق وريفها على كل من رئيس الحكومة نجيب عزم ميقاتي وشقيقه طاها ميقاتي وابن شقيقه عزم طاها ميقاتي وكلف مجلس القضاء الثوري هيئة التفتيش بحلب بجرد ممتلكات ميقاتي للحجز عليها وجاء في المذكرة التي اصدرها مجلس القضاء الثوري الموحد في دمشق وريفها وتلقى نسخة منها تلفزيون المستقبل ان شركات ال الميقاتي التجارية قامت ولصالح نظام الاسد وزوجته ومقربين منه بطبييد الاموال والقيام بحوالات مالية وشراء اصول لصالحهم وبموجب هذا الاتهام كلفت كتائب الجيش الحر على الاراضي السورية وقوى الامن الثورية باعتقال المدعى عليهم فور دخولهم الاراضي السورية وتسليمهم للضابط العدلية لاتخاذ بحقهم الاجراءات القضائية والقانونية ووزعت من الادعاء ثلاث نسخ واحدة منها للجامعة العربية والثانية لمنظمة المؤتمر الاسلامي والثالثة الى وزارات الداخلية في كل من ليبيا وتونس واليمن ومصر وعقب صدور مذكرات الاعتقال اصدر الجيش السوري الحر بيانا ناشد فيه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان بوقف العمليات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية ووصف هذه العمليات بالقذرة لانها تساهم بقتل السوريين وتوجه البيان الى ميقاتي وازلام النظام السوري بالقول ان الثورة السورية منتصرة والمرتزقة الى زوال ترجمة نانسي قنقر